موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلم بكم إلى هذا الموعد الجديد من إضاءات ثقافية اليوم سنفتح حديثا حوارا عن العلاقة ما بين الثقافة والإعلام أي علاقة سنتحدث عن المنتج الإعلامي ما هو هذا المنتج الإعلامي الذي يحوز اهتمام الإعلام سنتحدث عن الصحافي الذي يصنعه الخبر الإعلامي وسنتحدث عن مؤسسات أخرى هي مشاركة في هذه العملية وسنتحدث عن أشياء أخرى من أجل نقاش مفيد مثمن اليوم معنا الأستاذ مفتاح بخوش الأستاذ الجامعي والإذاعي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا ومرحبا بك الأستاذ الصديقي فرحات أهلا وسهلا بالمستمعين وبصديقنا المشارك معنا في هذه المسائية الحميمية حميد بوشوشة من جامعة قسنطينة أستاذ حميد بوشوشة من جامعة قسنطينة دكتور أهلا وسهلا بك وأنت الأستاذ بمعد الإعلام بجامعة قسنطينة أهلا والإذاعي السابق والمهتم بشأن الصحافة أهلا وسهلا بك شكرا لك أستاذ وشكرا أيضا لضيفك الكريم ولكل المشاهدين وأشكرك كثيرا على هذه الاستاذافة الطيبة سعداء بوجودك وبالفائدة التي ستقدمها أو نفتح الحديث أولا مع الأستاذ مفتاح بخوش بالمطلق حدثنا عن ما هي المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في منتج إعلامي معين حتى يحوز اهتمام الثقافة وأنا هنا أشير إلى أن هناك ثقافة معتصمة بكثير من الجدية هي ثقافة الفنون والأداب المعروفة وهناك ثقافة شعبية تشكل عمق الإنساني في المجتمعات كيف توفق كيف تجيب على السؤال ونحن نتحدث عن ثقافتين حين نتحدث عن الثقافة طبعا هناك قسمان قار مستقر يتكئ على الماضي في حاضره ويتكئ على الحاضر في الآت الذي سيأتي نتحدث عن الثقافة المكتوبة نتحدث عن الثقافة التي تؤرخ لحركية الإنسان لحركية التطور المدن لحركية الألوان لحركية أيضا التاريخ لحركية النمط الإنساني في العلاقة مع الآخر هذه ثقافة موسعة طبعا تتفرع أو تتمظهر في أشكال صغرى من الثقافات التي يمارسها الإنسان في يومياته كأن تكون ثقافة المسرح أو ثقافة التمثيل أو الرسم أو السينما أو الشعر أو الرواية أو الثقافات الشعبية القصبة أو الناي وما شابها ذلك الثقافة طبعا هي كعنصر مفتوح طبعا على الاستنطاق وعلى القراءة مفتوح أيضا على القدرة الرهيبة لإحتواء كل شيء ولا يحتويه شيء ولذلك من الصعوبة بمكان أن نتحدث عن إعلام يمكن أن يحتوي هذه الثقافة حين نأتي من الجهة الموازية إلى الخطاب الإعلامي في شقه الفرداني أو شقه المؤسساتي شقه الرسمي أو شقه الحر إن أيضا هو يرتكز طبعا على مجموعة من الأساسيات التي تؤثر العملية الإعلامية ربما في بدايتها أساسية تشريعية أساسية أيضا تنظيمية أيضا أساسية اقتصادية تستهدف تحقيق أكبر عدد من المشاهدات أو أكبر عدد من القراءة أو المستمعين طبعا بغيتها تحقيق المردود المالي الذي يضمن بقاء المؤسسة يتكي أيضا على أساسيات التنوع لأن الإعلام الذي ينصب على الثقافة فهل بقى له قراء مهتمين بالسياسة ومهتمين بالرياضة ومهتمين بالمجتمع ومهتمين بمختلف القضايا التي تنظم الإنسان إذلك الأساسية التي يرتكز عليها الإعلام هي أساسية طبعا يجب أن يشترط فيها الجانب الفوسي في سائل الجانب المتناغم بغية استهداف أكبر شريعة وبيغية أيضا تحقيق العدالة بين القراء وإلا الصحيفة فلن تكون الصحيفة والمؤسسة فلن تكون مؤسسة في مفصل صغير في هذا الإطار الذي نتحدث عليه ما لون الثقافة الحاضر داخل الحق الإعلامي هل هو الثقافة بمفهومها الموسع كما أثرت في البداية أم الثقافة بمفهومها التفريعي ثم هل الثقافة بمفهومها التفريعي حاضرة بكلها أم حاضرة بانتقائية شديدة طبعا هذا هو أصل المشكلة الحاصلة الآن في المشهد الإعلامي بصورة عامة طبعا لا أخصص جهة على أخرى أو لا أخصص صحيفة على أخرى أو التلفزيون على آخر ولكن المشكلة حاصلة بوجهتني وكأني أعيد طرح السؤال هل وسائل الإعلامية تحتفي بهذه التفريعات الثقافية بالشكل الذي يليق بجوهريتها وبجمالها وبألقها وبخصوصيتها التي بها يتزين الإنسان ويتزين الكون وتتزين المدينة ويتزين الاجتماع ويكمل الكل هذا الاهتمام طبعا يتميز بنوع من القصور ربما لعدد من المشكلات سنأتي على ذكرها لاحقا طبعا في مفصل من مفاصل هذه الجلسة وربما أستاذنا وصديقنا الحاضر معنا هنا من جامعة خسنطينا حميد بوشوش له الكثير من الكلام في هذا الموضوع أنت تحدثت دكتور أنت تحدثت عن جوانب نظرية مهمة في هذه الفساة كما تعبر في الثقافة ككل قلنا ثقافة الفنون والأداب وهذه المكتوبة هذه المعروفة هذه التي تدون ووصلتنا من خلال تاريخ طويل للبشرية وهناك أيضا وصلتنا أشياء أخرى سمناها المورث الشعبي وسمناها ثقافة الإنسان البسيطة دعني أوجه اهتمامك وأتوجه بسؤال أستاذ حميد أستاذ حميد في عرفكم في الإعلام تقومون أو تتحدثون عن إعلام مقدم للثقافة حامل مروج داعم للثقافة واقعيا والأستاذ يتحدث عن مجموعة من الثقافات داخل المجتمع هل الإعلام الجزائري أو إلى أي مدى الإعلام الجزائري اليوم بالورقي والمسموع والمرأة إلى أي مدى استطاع أن يستوعب هذه الثقافة شكرا أولا قبل كل شيء أشيري لأن حقيقة الأستاذ بخوش وضع فتح النقاش حقيقة حول بعض المسائل المطروحة في مجال الإعلام الثقافي ربما أشار إلى الإطار التنظيمي والإطار التسييري بشكل عام للمؤسسات الإعلامية وأنا أضيف إليها أيضا الأجندات الإعلامية اختلفت الآن الأجندات الإعلامية كثيرا عن الأجندات التي كانت في السابق الحضور الثقافي في الصحافة في وقت سابق ربما كان حضورا إن نستطيع أن نقول كان قويا رغم أنه آنذاك كانت وسائل إعلام تقليدية صحيح أنها وسائل إعلام جماعية ولكن وسائل إعلام بطرق تقليدية ومع ذلك كانت الثقافة تجدها حاضرة في هذه الصحافة سواء المكتوبة أو السمعية البصرية على خلاف الآن أين أصبح الإعلام الثقافي يبدو مناسبات أكثر من أي شيء يعني فقط في المناسبات في الاحتفالات بالذكريات في الاحتفالات ربما بتكريمات بعض الشخصيات إلى آخره ربما في بعض الأيام التي تنظمها بعض الجمعيات وبعض المؤسسات الثقافية فقط نجد أن الصحافة تحضر يعني الذي يصنع أيضا للفعل الثقافي أصبح غائب وبالتالي الإعلام الآن إذا تحدثنا عن إعلام ثقافي ربما حتى التسمية الآن أكبر من كلمة الإعلام الثقافي وجود أخبار ثقافية في الصحافة توجد الطابع الخبري وهذا أيضا مرتبط بتطور وسائل الإعلام في ذاتها أن الآن وسائل الإعلام تميل كثيرا إلى الخبر وهذا طبعا تفرده مجموعة من العوامل ومجموعة من الظروف في المقام الأول هي المنافسة وربما الآن الكثير بدأ يجد بعض الحلول لهذه المعضلة حتى يهتم ببعض المجالات الأخرى التي تشكل كيان المجتمع ومنها الثقافة الثقافة مهما يكون هي مرآة الشعوب وبالتالي بدأ ربما البعض يتوجه إلى التخصص يعني صحافة متخصصة في المجال الثقافي توجد ربما صحيفة متخصصة فقط في نشر أخبار الفنانين وأخبار صحيفة ربما مختصة فقط في قراءة الكتب واستضافة شخصيات وغيرها وبالتالي نجد الإعلام الثقافي في المشهد الإعلامي بصفة عامة في الجزائر في السنوات الأخيرة أصبح فعلا هامش وهديق جدا وقليلا ما نعتر على دراسة أو حوار لكاتب أو قراءة في كتاب أو يعني شيء فعل ثقافي على الأقل يخلق نقاش أنا أذكر يعني قبل حوالي عشريتين كانت في الصحافة الجزائرية بشكل عام تثار قضايا كثيرة ثقافية ويتناقش فيها مختصون وباحثون وهناك تبادل للأرى وهناك ردود فعل وغيرها على خلاف الآن يعني قل ما تعتر على موضوع ثقافي يثير النقاش لماذا؟ لأن الطابع الخبري يغلب يعني نظم فلان أو كرى ما كذا كرا وفقط يعني مثل هذه الأشياء نستطيع أن نقول أنها أخبار ثقافية أكثر منها إعلام ثقافي وصلت الفكرة بمعنى أن التركيز أكثر على نيوز على الخبر الآن في وسائل الإعلام أنا طرحت سؤال على رجل دكتور من حق الآخر وحق الأدب بجامعة أبو مرداز طرحت عليها عن العلاقة بين الثقافة والإعلام هو الدكتور عبدالقادر طالب وكان رده كالآتي هو نشر وتعزيز وتمكين هذه الثقافة وكذلك محاولة ترفع مستوى الوعي الثقافي لدى جمهور المترقين والتنمية الثقافية داخل المجتمعات وبالتالي تكون العلاقة بين الإعلام والثقافة علاقة تبادلية جدلية فكلاهما يؤثر في الآخر إما بالإجابة وإما بالسلم فكما أن للثقافة دور في رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات كذلك للإعلام في إيصال هذه الثقافة دور مهم في رفع هذا المستوى الثقافي ولذلك فلبلوغ غاية الإعلام أو ما يسمى بالإعلام الثقافي يجب أن يتوفر أمرين أساسيين ومحوريين هما أولا وجود ما يسمى بالفعل الثقافي الجاد في صناعة الثقافة فنجاح الإعلام الثقافي مرهون بوجود الفعل الثقافي الهادف في محتواه الذي يمرره لدى جمهور المترقين والأمر الثاني هو وجود إعلام ثقافي هادف جاد وراقي يتوفر على الوسائل والآليات وكذلك يكون إعلاما ثقافيا متمرسا في تعاملهم مع طبيعة المادة والمحتوى الثقافي الذي ينقله إلى المجتمعات والشعوب الأفراد والدكتور يتحدث عن هذه العلاقة بين الثقافة والإعلام يتحدث عن علاقة ينبغي أن تكون سوية وحدد نقاطا معينة رأاها مهمة إذا أخذنا طرفا مهما هو الصحافي هذا الذي يحرك الثقافة من خلال وسائل إعلام كيف تنظر واقعيا إلى الصحافي في الجزار هل نجد تخصصا لهذا الشخص؟ طبعا قبل أن نتحدث عن تخصص نواصل في القضية الإشكالية التي هي مطروحة وقد أثارها بأستاذ بوشيء قضية في غاية الأهمية أن الصحافة التقليدية أو الصحافة الثمانينيات وما قبل الثمانينيات أو كما يسميها البعض بصحافة الزمن الجميل كان الصحفيون على درجة عالية من الثقافة فهم شعراء وهم قاسين وهم روائيين أنت تنطلق في الإجابة عن السؤال من هذه المقارنة بين الماضي والحاضر ثم أن الصحافة يومها كانت هي النافذة في حد ذاتها أو المتنفس الوحيد المتاح لدى القارئ طبعا في ظل غياب ثورة تكنولوجيا المعلومات وما أفرزته من وسائل التواصلية كالفيسبوك والتويتر والإنستجرام والآخر ذلك من الوسائط الآن التي تصنع الدهشة وتنقل الخبر لحظة وقوعه هي تستغني أيضا عن النشاط الثقافي والفعل الثقافي والفعل الإعلامي يعني كل فرد منها تحول بقدرة بين عشية وضحاها إلى صحفي إشكالية كبرى هذه ينبغي أن يكون لها نقاش خاص لأننا لا يمكن أن نتحدث عن إعلام كليفزيون إذاعة وورق من غير أن نتحدث عن جانب مهم وهذا الوسائط التواصل هذا التحول يعني طبعا نعود إلى ما أثاره الأستاذ بأن الصحفي في الثمانينيات أو أن الصحفي في الثمانينيات كان يصنع الحدث وكان ما يكتبه يصنع الحدث وكان يحظى بالتفاعل لماذا برأيك؟ لأن الصحافة يومها كانت هي المتنفس الوحيد هذا الانفتاح في حد ذاته شتة الانتباه؟ لا توها القارئ توها القارئ وتوها المتابع ثم أن القارئ وجد نفسه في مستوى أو في حالة من الاستعداد عن التخلي عن الصحافة مدل أنه عنده وسائط إلكترونية كما أثرت الآن يعني تنقل له الخبر معنتها هو حر في انتقاء الشيء الذي يريده نأتي إلى قضية لماذا لا تكون لدينا صحافة مقنعة قادرة أن تحمل هذا القارئ طبعا من هذه الدوامة وتخرجه إلى بر الأمان أو تشد انتباهها أو توجهه أو تدفعه إلى التفاعل معها تفاعل إيجابي طبعا بالشكل الذي يخدم الفعل الثقافي ويجعل العملية الإعلامية ناجحة مرد هذا أن الأزمة التي تعيشها الصحافة طبعا وحين انتحدثوا عن الصحافة أحيي كل الصحفيين في هذه المناسبة هي أزمة التكوين فما تقدمه الآن طبعا الجامعات من كوادر وإطارات صحفية تفتقر إلى التكوين تفتقر ليس إلى التكوين في سياغة الخبر وفي إعداد الخبر وفي صناعة الروبرتاج وفي صناعة التقرير طبعا هذه تقنيات من المفروض على أي طالب متوجه إلى قسم الإعلام أن يتقنها ولكن هل الطالب يتقن الميدان الثقافي أو الميدان المعرفي أو الميدان العلمي أو الميدان الفكري الذي سيشتغل بالتعبير عنه أو بالدفاع عنه أو بتغطية أخباره أو بتغطية منجزاته أو بمتابعته حرفيا يعني خطوة بخطوة طيب أستاذ هذه القضية في حديثاتها مهمة أنت تشتغل بالإعلام وأنت أستاذ في معهد الأدب وتحدثت عن صانع للصحافة في الجامعة أوجه سؤالك مباشرة للأستاذ بوشوشا هل أنتم في معهد الإعلام تصنعون فعلا صحفيين ثقافيين وصحفيين متخصصين يمكن أن يكونوا في الميدان ويستوعبوا ما في الجزائر من ثقافة وفنون وأدب جامعة قسطنطينة لا تختلفا جامعة الجزائر يعني البرامج هي نفسها وبالتالي فعلا كما قال الأستاذ فيه يعني بعض الخلل في هذه البرامج في مجال تكوين الصحفيين وبالتالي ربما نكون الصحفي في بعض التقنيات كما قال الأستاذ ولا نكون صحفيين بالمعنى الكلمة يجب أن نتفق على هذا أيضا هناك نحن نكون مشروع صحفي يعني نقدم له الأساسيات نقدم له المبادئ الأمة التي يعمل بها ولكن لا نقدم له أو ليس لدينا الإمكانية التي نجعل نكتشف بأن هذا الصحفي يصلح للمجال التقافي وأن هذا الصحفي يصلح للمجال الرياضي وبالتالي أنا شخصيا دائما أريد أن أقول أن الصحافة يجب أن يكون فيها هناك تخصص فعلا أن يجب أن نذهب إلى التخصص في مجال تكوين الصحفيين دول كثيرة سبقتنا إلى هذه التجربة والآن في جامعات كبرى في العالم نوجد الصحافة الدينية تخصص نوجد الصحافة الثقافية تخصص نوجد الصحافة الرياضية تخصص وبالتالي التخصص مطلوب لأن التخصص ليس معناها أيضا أننا ننعو المبادئ الأساسية ولكن يجب أن نكتشف فيها أولا بعض الأساسيات مثل الموهبة مثل الميول الثغيلة إلى هذا الجانب هذا شيء نفتقدوه يعني الآن ممكن واحد يتخرج من الجامعية عنده ديبلوم في الصحافة يذهب مباشرة أن يوظف صحفي ولكن يبدأ يبحث يعني عندما يوظف يبدأ يبحث أين الاهتمام الذي يجب أن يركز عليه تجده في الرياضة ربما تجده في التقافة وبالتالي الجانب التقافي مهم جدا ومع ذلك مغيب حتى الذين يعملون في القسم الثقافي تجدهم ربما في بعض الأحيان مرغمين على ذلك فقط ليس أكثر لأنه لم يوجدون ربما مجال آخر وبالتالي يوجهون إلى العمل في القسم الثقافي ويغطون الأخبار الثقافية في بعض المؤسسات الإعلامية لم يكن أصلا هذا التقسيم يعني الصحفي يغطي كل شيء وهنا تطرح مشكلة فعلا الذي يغطي الرياضة والذي يغطي الثقافة هناك مصطلحات هناك كلمات هناك أشياء كثيرة يجب أن يعرفها نشوف الآن بعض المؤسسات تنضم دورات تكوينية للصحفيين مثلا في مجال القضاء حتى يعرفون كيف يستخدمون الكلمات كيف يستخدمون المصطلحات القضاء نفس الشيء ينتبق على الثقافة وينتبق على الرياضة يعني بعض الكلمات وبعض المصطلحات في الثقافة يجب أن تكون يجب أن يعرفها الصحفي وبالتالي إذا لم يكن هناك نوع من التخصص في هذا الجانب فلن نستطيع فيها لأن نخلق صحفي مكونا في المجال الثقافي أستاذ بخوش أنت اشتغلت بالصحافة المكتوبة واشتغلت بالصحافة المسموعة وأنت أستاذ جامعي تجربتك تتحدث عن عندما تتحدث لنا عن صحافي في الثقافة من يذهب إلى هذا الاختصاص أو إلى هذا النوع من الصحافة في وسائل الإعلام من يذهب؟ السؤال هل الصحفي يملك حرية الاختيار وحرية الذهاب أنت تتقدم لأموأ أسس المؤسسة هي نفسها التي ستوجهك طبعا تتقدم لصحيفة أو لأي مؤسسة إعلامية في أول يوم طبعا يدرجوك ويدمجوك ضمن القسم الثقافي أو قسم المجتمع أو قسم شعور الأسرة أو تلك الأقسام طبعا التي لا تشكل أولويات في فقه الجريدة أو فقه الصحيفة أو فقه المؤسسة الإعلامية هذا المسألة هذه تطرح بصورة عامة طبعا هذه الصورة العامة لها استثناءات طبعا قد يملك الصحفي زمام المبادرة ويحدد خياره ويقنع طبعا الجهات المشرفة المشرفة على هذه المؤسسة الإعلامية بجدوى ما سيقدم طبعا هذا ما حصل في تجربتي في تجربتي الخاصة طبعا ما بين القناة الأولى والإذاعة الثقافية على مدار سبس سنوات أنا الذي اخترت هذا المسار اخترت برنامج بيتي الشعر طبعا من القناة الأولى وسرت به إلى الثقافية فعاش على مدار أقول خمس سنوات قدمت مكتبة صوتية لمئتين شعر من الجزائر الكبرى هذه المكتبة الصوتية يمكن أن تشكل أرشيفا ناطقا حيا للشعراء طبعا من مختلف المستويات ومن مختلف الجهات ومن مختلف طبوع الكتابة وأشكالها والتقنياتها والتنميطاتها وأيضا من مختلف المستويات في إتقان العملية الفنية أو عدم إتقانها كأن يكون الشاعر هذا الشاعر المبتد أيضا ينبغي أن يحظى بالعناية والرعاية الكافية التي ستؤهله لأن يكون شاعرا كبيرا فالكبار في يوم الأيام كانوا صغارا هذه التجربة طبعا أنا نجحت في رحلتي على مدار خمس سنوات أو ستة أو سبع سنوات ولكن تطلب الأمر مني تضحية بالغة هذه التضحية أولا على حساب الأسرة ثانيا على حساب وقت ثالثا على حساب المسافات التي كنت أطويها بفقه التجار حين تسأل تاجر في أي نقطة ما من ربوع الجزائر العظيمة أو الجزائر الكبيرة تسأله عن علاقته بالربح فيقول لك مكتوب الروح لو مكتوب جليا كذلك العين الثقافية أو الأنموذج الثقافي الذي ينبغي أن تحتفي به المؤسسات الإعلامية مرة يأتي إليك ومرة تذهب إليه طبعا متى أذهب إليه ومرة يأتي إليه حين تكون الصورة واضحة وحين يكون مسارك الإعلامي واضح وحين تحب هذه المهنة وهذا المسار وتختار هذه القضية وتحولها إلى جزء عقد من حياتك في بداية رحلتي طبعا لأنك سألت عن تجربتي أنا قدمت مراسلات أو رسائل قصيرة سواء كان بواسطة الميسنجر أو بواسطة الواتساب أو بواسطة الأسماس أو بواسطة الهاتف أو بواسطة أناس ينقلون هذه الرسائل أن الدعاوي كانت مفتوحة من المؤسسة العمومية للإذاعة إلى كل المبدعين قاطبة أن التحقوا بركب الإذاعة فبرنامج بيت الشعر يومها كان مفتوحا للجميع طبعا وتركت الدعوة مفتوحة وانطلقنا على بركة الله فالتحق من التحق بالإذاعة والتحقت بمن التحقت به في بيته أو على هامش ملتقى أو في مقهى أو في مكتبة عمومية لمطالعة طبعا وهذه التجربة نأمل لهذه التجربة طبعا أن تعمم لأن حين نتحدث عن الجزائر الجزائر هذه الجزائر العظيمة هذه الجزائر القارة حين تركب الطائرة وتسير بجهة تمرست يعني ساعتين في السماء ساعتين في السماء من أين لهذا المبدع في تمرست أو في برشباج المختار أو في تندوف أو في أذرار أن يأتيك إلى الستيديو المركزي الذي تشتغل به أنت أو الصحيفة المركزية أنا في اعتقادي نأتي إلى أصل المشكلة أصل المشكلة الحاصلة الآن أمام ضعف العملية الإعلامية الآن لدى الكثير من المؤسسات الإعلامية المتتمة بالثقافة لدى الكثير مؤسسات مردها إلى جعل المؤسسات يعني المؤسسات في حد ذاتها ارتكازها على إطار يقصي الثقافة ويجعلها من آخر أولوياته وإذا تقرر أن يهتم بما هو الثقافي مارس تلك الانتقائية التي تكرس المكرس تهتم بما هو موجود تهتم بما هو مشهور تهتم بمن نال حضوة طبعا في أقاسي الأرض سواء كان مشرقا أو مغربا يعني في المحطات الإعلامية الكبرى فتكرسه مرة أخرى وتقدمه في حين أن النموذج الآخر لهو نموذج ناجح يئن والذين تقدمهم هذه المؤسسات طبعا إنما تقدمهم بناء على أن مؤسسات أخرى قد سبقتها في تقديمها طبعا أنا أعتقد أن هذه المسألة هذه إشكالية في حديداتها إشكالية كبرى سمحني يا أستاذ فرحات هذه إشكالية مردها إلى ماذا مردها إلى غياب العنصر الإعلامي الذي يناظل من أجل إحقاق حقيقة الثقافة في الوسط الإعلامي ما يمنع الصحفي أن يتوجه إلى قسطينة لا تتحدث أنت الآن تتحدث عن مؤسسة مرينات تركت لك حرية الاختيار وتركت لك أيضا حرية التضحية نحن نتحدث عن صحفي متخصص وعنده خلفية ثقافية وعلم بالشعراء والمثقفين وذهب إليهم وهذا الذي ينبغي أن يتوفر في الصحفي المشتغل بالحقل الثقافي والذي ذهب اختيارا أنت تتحدث عن تجربتك في أنك اخترت الثقافة أنا أيضا أتحدث عن تجربتي في اختيار الثقافة في هذه المؤسسة التي أشتغل فيها ولكن أتوجب سؤال لأستاذ حميد المشكل أننا نتحدث عن مؤسسات مرينات تترك لنا الاختيار إذا ما وجدنا في أنفسنا أهلية ممارسة الشيء وإذا ما هي وجدت أننا في مستوى معين نستطيع أن نقدم عملا ثقافيا إنتاجا ثقافيا ولكن هناك مؤسسات وانت اشتغلت في الصحفة المكتوبة هناك مؤسسات تغلق كل شيء والصفحة الثقافية هي التي كما يستعملون كما يستعملوا صحفي الورقية يقول الصفحة الثقافية هي أول ما يطير إذا كانت هناك صفحة الإشهار كبيرة بكل تأكيد إما أول ما يروح للمطبعة أو أول ما يطير كما تقول وفعلا لأنه لم يكن كثير من يختار نحن قليلون أنتم قليلون يعني أنتم الآن في اثنين فقط تتحدثون عن تجربتكم في الإذاعة وفي التلفزيون ولكن لو كاننا نروح نبحث في المجال السياسي وربما الرياضي خصوصا ستجد الكثيرين الذين يهتمون بهذا الجانب هو فعلا الجانب الثقافي شئنا مأبينا أصبح الآن في أجندات وسائل الإعلام لا يحتل أهمية كبيرة وربما يحتل الأهمية فقط عندما تكون المناسبة وفي غالب الأحيان أيضا عندما تكون المناسبة مرتبطة بأحداث سياسية وبالتالي نجد أن الجانب الثقافي مغيب والصحفي أيضا الذي له ميول وله قليل يعني قليل الصحفيين الذين يهتمون بهذا الجانب وكما قال الأستاذ بخوش مهم جدا الذين يؤمنون بهذا الإعلام ويدافعون ويناضلون من أجله أنا ربما أضيف شيء آخر أقول أيضا الذي يصنع الفعل الثقافي الذي يصنع الفعل الثقافي الآن غير مؤثر فربما هذا أيضا مشكل كبير جدا لأن على شقبيل أشرت إلى صحافة الثمانينات وكذلك لأن آنذاك أيضا من يصنعون المشهد الثقافي هم أيضا متقفون كبار هم كتاب كبار إلى آخره وبالتالي هذه مسألة مهمة جدا أيضا يجب أن ندرجها